أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرة في الحضور الكبير من مؤسسات مالية واستثمارية كويتية عامة وخاصة في مؤتمر مبادرة المستقبل الاستثمار بالرياض يبين الحرص على الاستفادة من هذا المؤتمر الاستثماري الذي كان ولا زال منذ نسختها الأولى أكبر مؤتمر استثماري في الوطن العربي من جهته أكد وزير التجارة والصناعة خالد الرضان أن المشاركة في مؤتمرات مثل مبادرة مستقبل الاستثمار تأتي لإيجاد أجلتة الاقتصادية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم بحضور أكثر من 150 متحدثا يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة على مستوى العالم انطلقت في الرياض أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وعثار إيجابية مستدامة نحن نؤمن بأننا حققنا جزءا مهما في جلب الثقة ووضوح الرؤية المستقبلية وشاهدنا تدفقات كبيرة تعود بالتأكيد على انخفاض النفط ومن المهم لنا أيضا نحن القادة والمستثمرون أن نذكر الناس أنه على الرغم من كل الأشياء المثيرة التي سمعناها على سبيل المثال في الجلسة الأولى حول التنقل والحركية الكهربائية والمصادر المتجددة ونحن مؤمنون بها سيستمر النفط والغاز في احتلال ما يقرب من ثلثي الطاقة في العقود الثلاثة إلى الخمسة القادمة ويتضمن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار أكثر من أربعين جلسة مفتوحة ويرش عمل ومنتديات جانبية تناقش ثلاث ركائز أساسية هي الاستثمار في التحول والتقنية كمصدر للفرص وتطوير القدرات البشرية المملكة تشهد انفتاح كبير جدا تشهد رؤية أو تنفذ رؤية واضحة المعالم الكل في الغرب والشرقي تسابقون للمشاركة فيها والمشاركة بالاستثمار لأن المناخ مهيئة البيئة مهيئة الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية بين ثلاث قارات يقع بين ممرين مائيين مهمين جدا البحر الأحمر والخليج العربي يقع في أهم نقطة في خارطة العالم تملك إمكانات ضخمة جدا وكشف صندوق الاستثمارات العامة أن قائمة الجلسات الرئيسية ستناقش عدة موضوعات منها وضع رؤية مشتركة للمستقبل بعنوان عالم واحد ومستقبل الابتكار من خلال رواد التقنية وتدفق رؤوس الأموال والقوى المحركة للسوق إضافة إلى العمولات الرقمية وعلاقاتها بالتجارة العالمية تسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى رسم ملامح القطاعات المستقبلية وتسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة سامي الحمود لتلفزيون دولة الكويت الرياض